اشتركوا في القناة واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا اما بعد اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الحب الكرام اجمل ترحيب في هذا البرنامج المبارك ان شاء الله المبشرات اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبشرني وإياكم بالخيرات والبركات وان ينزل علينا من السماء بركاته وان يخرج لنا من الارض خيراته سبحانه وتعالى نعم الرب ونعم الاله لا اله الا هو ولا رب سواه ايها الحب الكرام نحن كمسلمين مأمورين من قبل الله تبارك وتعالى رب العالمين ان نتبع اوامره وان نقتفي اثر نبيه عليه الصلاة والسلام ولا سيما الفرائض امرنا الله تبارك وتعالى باداء الزكاة هذه الفريضة المباركة طيبا نافعة مع الاسف فرط فيها كثيرا من الناس في زماننا هذا فرط فيها كثيرا من الناس وقد انعم الله تبارك وتعالى عليهم من الخيرات ما لا حصر لها ولا عد ومع ذلك بعض الناس هداهم الله يبخلون يبخلون بما اتاهم الله يبخلون بما فرض الله تبارك وتعالى عليهم تطهيرا لهم ونجاة لهم ولكن اكثر الناس لا يعلمون بعض الناس اكرمه الله تبارك وتعالى بمال وفير وخير كثير ولكن الى هذه اللحظة لا يزال يتردد ويفكر ويتأمل هل يخرج زكاة ام لا نقول لهذا وامثاله عليك ان تنجو بنفسك من الان قبل ان لا يكون دينارا ولا درهما عليك ان تجو بنفسك من الان قبل ان تنزل في حفرتك وفيها ما فيها من الظلام والنكال والعذاب والضيق ما يعلمه الا الله قال جل وعلا وما انت بمسمع من في القبور الى هذه اللحظة تتردد الى هذه اللحظة تفكر ان تخرج او لا قال سبحانه تعالى جمع مالا وعدده الى متى تعد هذا المال الارصدة بلغت ذروها وذروتها في الارقام وعمرك بلغ سنا كبيرا واصبحت شيخا كبيرا الى متى الى متى وانت تنفق او لا تنفق اعطي او لا اعطي اتدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح الصريح الواضح البين قال يسأل العبد يوم القيامة عن ماله فيما انفقه ومن اين اكتسبه ولكن سوف اقول لك قولا ربما سمعته او لم تسمعه او سمعته وانحرفت عنه الم تعلم ان الله تبارك تعالى قال في كتابه الكريم الذين اكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب الاليب يوم تحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم اترضى لنفسك هذا اترضى يوم القيامة ان يكويك الله تبارك تعالى بنار جهنم صفائح من حديث كلها نار في نار يكوى بها جنبك وجبينك وظهرك وظهرك امام العالمين امام الاولين والاخرين هل ترضى ليفسك هذا انت لا ترضى الان وانت على ظهر هذه الارض ان احدا يمسك بكلمة ربما تتوعد وتصرخ كيف يقول لي هكذا ولكن انا ابشرك من الان ان لم تخرج زكاتك طيبة بها نفسك لله ولله وانا هذا مصيرك لن احد من الارض بل لا احد في السماوات ولا في الاراضين يغنيك من عذاب الله من شيء هذا منظر المنظر الاخر الذي يمنع زكاته ان الله تبارك تعالى يسلط عليه ثعبانا اقرعا يلتف حول رقبته ويقول انا كنزك انا مالك ويعصره اترضى لنفسك هذا اظنك لا ترضى واظنك ربما فكرت الان مليا انك سوف تخرج زكاتك وانا اقول لك من الان من يسمعني في مشارق الارض ومغاربها على كل من منع زكاته ان يؤديها لله ان يخرجها للفقراء والمساكين لا تقول ان الناس كنهم اغنياء من قال لك ذلك قال سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الى اخر الآية فاقول ايها والحب الكرام هذه تذكرة لي ولكم وللمسلمين قاطبة ان لا نمنع زكاتنا بما رزقك الله لان ايها والحب الكرام بعض الناس يظن ان الزكات اذا بلغ رصيده مليون او مئة الف او الوف مؤلفة عند اذن يجب عليه الزكات ليس صحيح بل ان تعدى مالك اكثر من مئتي دينار فصاعدة كما قال بعض العلماء تجب عليه الزكات اذا دار عليه الحول وبلغ النصار انا اعرف كثيرا من الناس بحمد الله في شهر شعبان يخرجون زكاتهم ولا احد يعلم عنهم الا الله هؤلاء والله موفقين هؤلاء والله انهم صادقون هؤلاء مهدوا لانفسهم جنة عرضها السماوات والارض واعرف ايضا من الناس هداهم الله وهم قلة من يمنعون زكاتهم بل ينهرون المسكين ويطردون الفقير ولا يلتفتون لهذا ويقول هذا مالي جمعته عن كابر اقول ابقى على ما انت عليه الايام تجري وسرعان ما ينزل تنزل في قبرك وعندئذ سوف تتذكر هذا الكلام قلصة الامر أيها الحب الكرام من اراد الرؤية الصادقة المباركة الطيبة وله مال فعليه ان يؤدي زكاته حتى يكرمه الله تبارك وتعالى بالرؤى الطيبة المباركة الزكية ومن منع ذلك فحظه الهم والغم والحزن اسأل الله سبحانه وتعالى معافاته في الدنيا وكذلك في الآخرة هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى الآن ان شاء الله نساعد شروط المشاركة وارقام البرنامج اشتركوا في القناة